الناس في مصر عموماً منتظرين حاجة يقدروا يشتروا بيها شقة يأتمنوا بيها أو يأتمنوا فيها على نفسهم بمبلغ مش كبير يعني يبقى الواحد مثلاً يشتغله ثلاث سنين ولا سنتين ولا حاجة فربنا منى عليه أنه هو حاويش له أربعين خمسين ستين ألف فعايز بالخمسين ستين ألف دول يكون معه شقة تمليك ما يسكنش في شقة إيجاري الشقة الإيجار دي روح يدفع لها ألفين تلاتة أربعة وهو أصلاً مرتبه تلاتة ألاف بالنسبة للشباب اللي لسه بادئ جديد طبعاً وبالنسبة للأغلبية القاعدة العريضة بتاعتنا كمصريين في المطلق فمع الوقت مع مرور الوقت بالنسبة لنا الحال يزداد سوء الحالات الطلاقة تزيد عشان الناس مش قادرة تتواصل مع مقاومات الحياة الدنيا صعبة محدش عارف يعمل أي حاجة من النوع ده إلى أن من فترة قريبة بدأت تظهر مبادرة رئيس الجمهورية إيه المبادرة بتاعت رئيس الجمهورية؟ مبادرة رئيس الجمهورية بيقول فيها أن أنت هتمتلك شقة وشقة دي هتدفع مؤدم من 8 من 10 إلى 15 لـ 20% من قيمتها ببساطة رب إذا كانت الشقة بـ 100 ألف وطبعا ده مش موجود قليل أويش بمنعدن يعني هتدفع 10 ألف جديد إذا كانت الشقة بـ 200 ألف هتدفع 20 ألف النيجي إذا كانت الشقة بـ 30 ألف هتدفع بـ 300 ألف قصدي هتدفع 30 ألف النيجي 10% أو 15 في بعض أنواع من الشقة أو 20 في شقة متوسطي الدخل والباقي هتقصته على 30 سنة يعني بما يساوي القصة بتاع الإيجار الجديد أو أقل اللي انت بتدفعه في الطبيعي كويس كويس دي حاجة علوة جدا وإحنا كشباب وأي حد من الشباب أنا يمكن عددت السن شوية بعين متقدمين لكن أغلب الشباب يفرح بمبادرة زي دي بس هو كون أن هو يقصتها يقصتها مع بنك فبدأت المخاوف من أي حد لما ييجي يسمع كلمة بنك يقول لك لا ما هو الفايدة هتبقى عالية من تعرف متوسط الفايدة الطبيعية كانت 15-17-20% على القروض فأنت بتكلمني على رقم لو هتقصتها لي على 30 سنة فيبقى الموضوع كبير جدا فاتضح إن المبادرة بتاعت البنك المركز اللي أطلقت يوم الثلاثة اللي عدى القريب ده كانت بتقول إن الفايدة هتبقى 3% وإن القصة هيبقى على 30 سنة سابت وإن المبادرة دي هتتم لمحدود ومتوسط الدخل ترجمة نانسي قنقر